طيب خلينا دلوقتي نروح للنادي الأهلي ونروح لمرسلتنا العزيزة سالة حامد علشان نعرف منه آخر أخبار النادي الأهلي وفرق المختلفة يا سالة صباح الخير عليك ونصبح عليك وعايزين نعرف منك آخر أخبار النادي الأهلي وبردو طمنينا على حالة التقس وطمنينا على الحالة المرورية لو تقداري تفضلي صباح الخير يا نهواند وأكيد بصبح عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان يوم جديد وحالة جديدة في بداية الأسبوع من 10 الصباح في الأهلي وكالعادة طبعا يا نهواند زي ما انت قلتي حاليا أنا معكم من داخل مقار النادي الأهلي بالجزيرة عشان ننقلكم كل الأمور وأخبار جميع الفرق الرياضية بس طبعا خليني في البداية يعني أطمن كل جمهور النادي الأهلي وجمهور 10 الصباح على حالة التقس وحالة المرور في البداية يمكن حالة التقسي نهوان زي ما أنت شايفها يعني درجات الحرارة بدأت ترتفع شوية يعني فيه شوية شمس للجو مختلف الجو أحسن بكتير من الأيام الماضية يمكن ده كمان مشجع يعني العديد من أعضاء النادي الأهلي أن هم يتوافدوا على مقر النادي فيه يعني ساعات الأولى من صباح اليوم يمكن فيه عدد يعني مش متوقع زي كل يوم يمكن فيه عدد كبير شوية من كبار السن وأعضاء النادي الأهلي داخل مقر النادي حاليا يعني وانا معاكم على الهواء مباشرة كمان يعني بالنسبة للحالة المررية يمكن كل الأماكن المحيطة بمقر النادي الحالة المررية فيهم جيدة يمكن زي يعني حي الزمالك أو الدقي العجوزة المهانسين كل الأماكن دي القريبة من مقر النادي الحالة المررية فيهم جيدة خلني بقى أنتقل وروح لجميع يعني أخبار للفرق الرياضية وهبتدي بالفرق الأول لقرة القدم للنهاردة إن شاء الله أني عندهم مواجهة مهمة في بطولة كأس الربطة مع نادي البنك الأهلي يمكن جميع اللاعبين طبعا تحت قيادة مستر بيتسو الموسماني يستعدوا للمواجهة دي بشكل قوي يمكن يمبرح فيه المران على ملعب مختار التيتش كان فيه محاضرة فنية كان فيه محاضرة كمان مطولة مع الجهاز المعاون ما بين مستر بيتسو والجهاز الفني كمان كان فيه مران بدني وتقسيمة قوية لجميع اللاعبين وكمان يعني بالنسبة لللاعبين في الفريق الأول واللاعبين الصحادين من القطاع الناشئين كلهم اتمرانوا بشكل قوي عشان يستعدوا لمباراة اليوم أمام البنك الأهلي اللي هتقام فيه تمام الساعة الثانية ظهرا على استاد الأهلي والسلام ده بالنسبة لفريق الأول لكرة القدم خلني بقى انتقلوا الروح لجميع الألعاب الأخرى والفريق الأول لكرة السلة رجال يعني بعد مواجهة نادي الاتحاد السكندري واللي مقدرش يعني فيها اللاعبين النادي الأهلي أن هم يفوزوا وما كانش التوفيق يعني موجود في المباراة بالنسبة لجميع اللاعبين النادي الأهلي يعني بعد المباراة دي وبعد انتهاء مرحلة الترتبية لجميع الفرق في الدوري السوفر لكرة السلة حاليا يعني جميع اللاعبين تحت قيادة مستر إجاصي إبوش في يعني يعني في فترة كلها يعني التمارينات ولكن التمارين هتوقف في يوم الثلاث وهيكون في راحة سلبية لمدة أسبوع وبعد كده هيرجعوا تاني للتدريبات بس ده كله هيكون فيه توقف دولي بالنسبة لفريق الأول لكرة اللا سلة لأنه منتخب مصر إن شاء الله يعني أنا هوند عندهم مباريات وموجهات مهمة جدا ضمن منافسات يعني تصفيات بطولة كأس العالم لكرة اللا سلة واللي فيها يعني إن شاء الله المنتخب مصر هيستدعي تمانية من اللاعبين النادي الأهلي وهم يهاب أمين عمر طاري عمر الجندي سيف سمير عمر عزب أحمد اسماعيل عبدالله ناصر الشهيد ببيدو وعمر زهران كمان كريم حاتم اللاعب الصعد هينضم لمنتخب الصعدين لكرة السلة وده كله هيكون فيه تصفيات يعني كأس العالم لكرة السلة كمان بنسبة لي يعني الرجال الطائرة الماسترز النهاردة إن شاء الله عندهم تمرين الساعة 12 وبعد التمرين هم والجهاز الفني هيتجهوا مباشرة لمدينة الأسكندرية عشان يدخلوا فيه معسكر مغلق يمكن بكرة إن شاء الله يعني الماسترز عندهم مواجهة مهمة فيه دور التمانية من بطولة كأس مصر أمام سبورتينج والمباراة تقام على صالة نادي سبورتينج في تمام الساعة الرابعة عصرا كمان سيدات الطائرة إن شاء الله عندهم تمرين الساعة 7 ونص بالليل على صالة الشهداء داخل المقر النادي عشان يستعدوا بشكل قوي أيضا يعني لنفس المباراة في الدور التمانية من بطولة كأس مصر ولكن هتكون مع نادي هليوبلس يوم الجمعة القادمة إن شاء الله في تمام الساعة الساعة مساء وهتكون موجودة هنا عندنا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة على صالة الشهداء ده بالنسبة للفريق الأول لكرة الطائرة سيداتي يمكن ده يا نهواند يا كريم كانت كل الأخبار والأمور اللي بنسبة لي جميع الفرق الرياضية وكمان الفريق الأول لكرة القدم اللي إن شاء الله النهاردة عندهم واجهة مهمة في بطولة كأس الربطة وأكيد كمان بنتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني اللي عندهم واجهة مهمة النهاردة ومواجهة قوية مع المنتخب المغربي في بطولة أمم أفريقيا في الدور التمانية من بطولة أمم أفريقيا يعني إن شاء الله النهاردة النصر المصر وكلنا نفرح النهاردة بعد المباراة نهواند أكيد أنا معاك ومعاك يا كريم لو في أي سؤال ولأنا عودة مرة أخرى للستوديو والله يعني يا سالة إن شاء الله نفرح أنا مش عارفة لسه حاحت بالي أجل أتفرج معاكم في النادي يعني حشوف كده الظروف بس على كل حال أنا عايزة لو أنت كنت باللوقتي متواجدة في النادي وتابعتي الأعضاء أنت يعرف إحنا كلما نكون موجودين قناة الأهلي في النادي دايما الأعضاء بيتكلموا معانا وبيقولوا اقتراحاتهم أراءهم يعني سمعتي كده توقعات سمعتي أو حسيتي فيه تفاؤل من قبل الأعضاء على المطش النهاردة ده حاجة الحاجة التانية عايزة تنقللنا صورة طبعا إحنا شايفين حتى يعني وراكي فيه إلى حد ما ناس وفيه حركة غير الأيام اللي فاتت يمكن بسبب سوق الأحوال الجوية ما كانش فيه أعضاء أو توافد منهم بشكل كبير خلينا نعرف منك برضو ممارسة الرياضة لأن إحنا يعني بنلاحظ دايما أن كبار السن تحديدا هم اللي بيمرسوا الرياضة بالذات يعني في الوقت اللي هو بيكون باكرا فإنقللنا الصورة من عندك بشكل أفضل يا سهلا تفضل بفعلي أنا هوان زي ما أنتي بتقولي يمكن النهاردة يمكن عشان بسبب أن الدرجات الحرارة شوية مرتفعة فيه شوية شمس ده يعني الحالة الجو كويسة شوية عن أيام الماضية يمكن أيام الماضية يمكن درجات الحرارة كانت منخفضة كان فيه سوق أحوال الجوية بالفعل وكان فيه يعني أمطار لكن النهاردة يعني درجة الحرارة يعني نقدر نقول أحسن شوية في شمس درجات الحرارة مرتفعة ده خلى يعني يعني عدد كبير من أعضاء نادي أهل يكونوا متواجدين النهاردة بالذات يعني بالأخص كبار السن يمكن كبار السن بالفعل يعني هم حريصين جدا على أن هم يعني يهتموا بالياقة البدنية وأن هم يعني يتمرنوا كل يوم يمكن فيه مجموعة دايما أنا بشوفها أو ما بخش النادي بيكونوا موجودين في ملعب مختار التتش بيكونوا حرسين عن هما يلفوا التراك يعملوا شوية تدريبات بدنية كمان في صلاة الجيم بيكون فيه موجود عدد كبير من كبار السن يمكن دي عادة يعني موجودة عند معظم أعضاء نادي الأهلي كبار السن إن هما ييجوا كل يوم حتى لو يعني الأحوال الجوية سيئة أو درجات حرارة منخفضة إن هما ييجوا ويحافظوا على اليقاء البدنية كمان بالنسبة لي يعني المباراة النهاردة إن شاء الله مصر والمغرب في دور التمانية بطولة كأس الأمم يمكن يعني أنا شايفة التوقعات مش من النهاردة بس يعني يمكن من بعد ماتش على طول كوتفور الكل عنده ثقة إن شاء الله يعني في جميع اللعبين منتخب مصر وكمان يعني حارس المنتخب مصر أبو جبل إن هما إن شاء الله يعني هيعملوا نتيجة أجابية ويعملوا أداء طيب أمام المنتخب المغربي كلهم عندهم ثقة يعني ما فيش حد خالص يعني شايف إنه لا ممكن مصر ما تسعدش لا كمان عندهم ثقة إن شاء الله مصر ستوصل للمباراة نهائية في بطولة كأس الأمم إن شاء الله يا سالة يعني إحنا كمان بنتمنى ذلك ونشكرك جدا على هذه التغطية الأكثر من رائعة